بسم الآب والابن الروح القدس لنواحد آمين أصدقاء الأحباء أحب أقدم لكم النهاردة مقارنة ما بين حواء القديمة وحواء الجديدة وطبعا معروف أن المقصود بحواء القديمة هي زوجة آدم أول امرأة خلقت في التاريخ أما حواء الجديدة فهي السيدة العزراء مريم وأبأنا كانوا أحيانا يلقبوا أيضا حواء القديمة بحواء الأولى أما حواء الجديدة فكانوا يلقبوها بحواء الثانية أقدم لكم هذه المقارنة في عدة نقاط متتبعة بقول أن حواء القديمة أخذت من آدم أما حواء الجديدة فأعطت للمسيح جسدا كمان حواء القديمة جلبت الموت على البشرية كلها أما حواء الجديدة السيدة العزراء مريم فجلبت الحياة على البشرية كلها كمان حواء القديمة قبلت الحوار مع الحياة القديمة أما حواء الجديدة سيدة العزراء مريم فقد قبلت الحوار مع ملاك الرب جبرائيل كمان حواء القديمة سمعت لصوت الشيطان أما حواء الجديدة فقد سمعت لصوت الله حواء القديمة نظرت إلى السمرة فاشتهتها أما حواء الجديدة سيدة العزراء مريم فقد نظرت إلى عطية الخلاص فاشتهتها كان الرب قد بدأ كلامه مع حواء القديمة بالتأنيب والملامة أما مع حواء الجديدة سيدة العزراء مريم فقد بدأ الله كلامه معها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة وكان ذلك على لسان الملاك غابريال أيضا حواء القديمة مدت يدها للسمرة المحرمة أما حواء الجديدة سيدة العزراء مريم فقد مدت يدها للبشارة المفرحة قالت حواء القديمة للشيطان ليكن ليك قولك فأكلت من السمرة المحرمة هي وزوجها أما حواء الجديدة السيدة العزراء مريم فقالت للرب ليكن ليك قولك أيضا حواء القديمة اجتهت الخيرات الأرضية أما حواء الجديدة فقد اجتهت الخيرات السمائية حواء القديمة قد زالت عنها النعمة أما حواء الجديدة العزراء مريم فقد امتلأت من النعمة حواء القديمة قد عرفت رجلها آدم أما حواء الجديدة السيدة العزراء مريم فلم تعرف رجلا أبدا لقد تعرفت حواء القديمة بعد السقوط هي وزوجها أما حواء الجديدة فقد اكتسد بقوة الله التي زللتها وبسبب حواء القديمة حل الموت والخطيئة والفساد على البشرية أما بسبب العزراء مريم حواء الجديدة فقد حل على العالم القداسة والحياة والملكوت كل العالم لام وخطأ حواء القديمة لكن مع حواء الجديدة السيدة العزراء مريم كل العالم طوبها حواء القديمة أنجبت القاتل أما حواء الجديدة السيدة العزراء مريم أنجبت المحي حواء القديمة أنجبت رجلا دعته قيين قائلة قد اقتنيت رجلا من عند الرب أما العزراء مريم حواء الجديدة أنجبت عما نؤيل إلهنا الكلمة المتجسد حواء القديمة أنجبت رجلا قاتل ربع العالم أما حواء الجديدة أنجبت المسيح فادي كل العالم حواء القديمة كانت عزراء ثم أصبحت غير عزراء أما حواء الجديدة السيدة العزراء مريم فكانت عزراء وظلت عزراء كانت حواء القديمة أم لكل حي ميت أما العزراء مريم حواء الجديدة فكانت أم لكل حي حي عاشت حواء القديمة في غنى هذه الأرض أما حواء الجديدة السيدة العزراء مريم فقد عاشت في غنى الروح كان ابن حواء القديمة قد لعنت الأرض بسببه أما حواء الجديدة فقد طهر ابنها الأرض بخلاصه لقد انتظرت حواء القديمة خلاص الرب زمانا طويلا أما العزراء مريم حواء الجديدة فقد رأت خلاص الرب أمام عينها كان بكر حواء القديمة قاتلا أما بكر حواء الجديدة مخلصا لقد ماتت حواء القديمة بموتها عن الله بمخالفتها أما العزراء مريم فقد ماتت ولكن حيف الله لأنها رأت الخلاص ورأت أيضا قيامة ابنها وانتصاره أيضا على الموت وبهذه النقاط أحبائي قدمت لكم هذه المقارنة ما بين حواء القديمة وحواء الجديدة ولربما أن لب الخطأ عند حواء القديمة هي مخالفتها لوسية الله هي وزوجها من الأكل من شغرة معرفة الخير والشر وبالتالي ماتت عن الله وورست أيضا الموت للعالم كله بخلاف السيدة العزراء مريم التي كانت دائما في حضرة الله حتى أن ملاك الرب جبرايل قد ظهر لها وأبلغها بالبشارة لأنها هي المختارة كما تقول النبوة في سفر أشياء هل عزراء تحمل وتلد ابنا ويدعي اسمه عما نؤيل الله معنا وبولادة الابن الكلمة منها والذي تجسد منها قد خلص العالم من الموت والفساد والخطية وبالتالي هناك فرق شاسع ما بين حواء الأولى وحواء الثانية الرب يبارك حياتكم لربنا كل مجد دائما أبديا آمين